روح للسيدات السيدات بقى ورائتهم وقعتهم في رأس المجموعة الأولى ومين المجموعة اللي معانا الزمالك اليوبلس الظهور ودي ديجلة 6 أكتوبر تحديد سكندري أصحاب الجيات طيب هتسألني ليه الزمالك جي مع الأهلي في السيدات لأنه الأهلي رانكه عالي والزمالك الرانكه قال فأنت بتحط في المجموعة حسب الرانك بتاع كل فريق فعشان كده القرعة جابت الأهلي مع الزمالك والمجموعة الثانية سبورتينج الصيد الشمس المعادي ديل في الجزيرة اسموها التيران تمام طبعا أن الأهلي طبعا حامل اللقب يعني يابتها لي حضراتكم فاكرين معانا مش محتاجة أفكركم بعد ما فوزنا على نادي سبورتينج السنة اللي فاتت وفوزنا بالدوري وزي ما قلت لحضراتكم أنه أول 11 هيشهد انطلاق بقى الدوري للسيدات والرجال تقريبا يعني خمسة وسبعة وحداشر يعني مش متأكد لأنه هما ما قالوش تواريخ محددة بس هو هيبقى أول أسبوع يعني هتصور أنه هيبقى أيام خمسة الرجال هيبقوا سبعة والسيدات خمسة حاجة زي كده بس أول أسبوع في 11 طبعا كل التوفير لكابتال حمد الصافي واللعبات ويفضلوا طبعا قفزين على انتصاراتهم وعلى الشكل الجميل اللي بيقديه والتاريخ الكبير لكرة طائرة سواء رجال أو سيدات بإذن الله موسم جيد ونحصد جميع البطولات وإن شاء الله نحتفل في نهاية الموسم ببطولات الكرة الطائرة اللي أنا حقيق على مستوى الشخصي متشوق جدا ومتحمس إذا البطولات دي ترجع على نادي الأهل بالذات في الرجال يعني متحمس جدا نادي الأهل يستعيد تاني الدوري والكأس في البطولة المفضلة صاحب أكبر تاريخ للبطولتين مع كل المعاوقات دي ولكن ولادنا إن شاء الله قادرين على حسم الدوري والكأس بإذن الله أفريقيا زي السنة فتح لحامل لقب أفريقيا تمام والدوري الكأس إن شاء الله يرجعوا لمكانهم المفضل في أهل الجزيرة